بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعاء مجابا دائما وأبدا على طيلة أيام شهر رمضان المبارك حتى نصل إلى ليلة القدر إن شاء الله تعالى إذا كان في قلبك أمنية وتنتظر إن شاء الله تعالى تحقيقها وقد طالت في بقائها في قلبك اقرأ دعاء الأمنيات والإمام الباقر عليه السلام بنص العبارة يقول وأنا ضامن حاجتك على الله سبحانه وتعالى مجرد أن تقرأ هذا الدعاء القصير جدا أنا ضامن لك حاجتك على الله يعني بمعنى أنت مجرد قل هذه الكلمات وأنا أشفع لك عند الله سبحانه وتعالى وأقضي لك حاجتك فعن يحيى بن أبي العلا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال لي ادعو بهذا الدعاء وأنا ضامن لك حاجتك على الله يا يحيى ادعو بهذا الدعاء وأنا ضامن لك حاجتك على الله ماذا أقول يا ابن رسول الله قل اللهم أنت ولي نعمتي وأنت القادر على طلبتي قد تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد لما قضيتها لي دعاء قصير والضامن هو الإمام الباقر عليه السلام وما خاب من تمسك به وأمن من لجأ إليه لا ينطق عن الهوى إنما ينطق عن جده رسول الله عن جبرايل عن الله عز وجل برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام